اشتركوا في القناة وتبلغ قيمة الاصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 28 من شهر اغسطس 2024 وتنتهي في 27 من شهر نوفمبر 2024 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأدونات 26.25% علما بأنه قد تم تخطية الاصدار بنسبة 114% أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست شراكة مع نيوم لدعم خطة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بتطوير تقنيات انتاج الهايدروجين والوقود المستدامة في السعودية عبر ثلاثة مشاريع استراتيجية بحثية تطبيقية متطورة وتأتي هذه الشراكة سجاما مع جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى انتاج 50% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وأن تكون أكبر منتج ومورد للهايدروجين الأخضر في العالم والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم بعد جلستين متتاليتين من المكاسب وستضغوط على أسهم المصدرين بما في ذلك الشركات المرتبطة بالرقائق والشركات السيارات بسبب قوة لين وهبط نيكي بنسبة 66 من 100% وارتفع لين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار وستتناقض حاد بين الميل للتيسير النقدي من جانب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي وبين النبرة التي تميل للتجديد من جانب رئيس بنك اليابان حول هذا الموضوع تنضم معي عبر الهاتف من الأردن الأستاذ داران يقول محل الأسواق الشرق الأوسط في xs.com مرحبا بك في النشرة الاقتصادية مع تراجع مؤشر نيكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب كيف تقرأين هذا المشهد؟ في البداية مساء الخير أهلا وسهلا بكم بالنسبة لمؤشر نيكي في المؤشرات اليابانية أو الخاص بالأسهم اليابانية أنا أرى أنه لازال في مرحلة التأثر بما حصل من انخفاضات في الأسواق ولم يجتاز المرحلة الخطيرة بعد من هذه الانخفاضات حيث أنه الآن عند مستويات تقريبا 37900 وهي مستويات لابد للسعر من اختبارها أولا قبل استئناق الصعود واختراقها والثبات فوقها من ناحية فنية أما من ناحية أساسية فالبنك المركزي الياباني لم يعود بتلك الكوة في التفاعل لرفع أسعار فائدة من جديد وبالتالي أعتقد أن الأسهم ستعود للارتفاع قليلا من الضعف للن الياباني لكن في المستوى المتوسط والبعيد وليس الآن في المستوى القريب أعتقد أنها ستدخل في تصحيح هابط حاليا وبعد ذلك ستستنف الصعود والعودة إلى المستويات المألوفة عند مستويات الأربعين التقريب نعم الأستاذ رانيا جول محلل أسواق في الشرق الأوسط في اكس اس دوت كوم كنت معي من الأردن شكرا جزيلا لك والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية موسيقى الآن ويزير مزارة عملية حيث حيثه 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 تعالى الحيث اشتركوا في القناة